وجه مدير الأمن العام لواء حسين الحواتم إلى استمرار يعطاء الأولوية المطلقة في التحقيق والفصل بأي شكاوة تتعلق بالتعدي على حقوق الإنسان أو قضايا الضرب والتعذيب جاء ذلك خلال لقائه مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان التقى مدير الأمن العام لواء الركن حسين الحواتم في مبنى المديرية اليوم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتور رحي للغرائبة وعطاء المجلس وأكد لواء الركن الحواتم خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العضل وسيادة القانون دون تمييز أو محابة وشدد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان هي لبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلة واستمع الحضور لإجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقالي مع العميد أيمن العواشة بينا خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام عرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام وتضمنا أفضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مجال حقوق الإنسان في مختلف وحدات الأمن العام من جهته أشاد الغرائب بالتعاون القائم بين المجلس ومديرية الأمن العام والاهتمام المباشر من قيادة الجهاز بكل ما يرسله المجلس من استفسارات وشكاوى من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقدم أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان طروحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بأداء مديرية الأمن العام بوحداتها المختلفة مشيدين بالجهود التي تبذل على الحرص على تطبيق القانون وإنفاذه دون إغفال الجانب الإنساني وتطبيق معايير حقوق الإنسان كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها